بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أعزائي الطلبة مرحبا بكم مرة أخرى في لقاءنا استكمالي للمحاضرة السابقة بعنوان الأوزون ديبليشن أو فقب الأوزون قبل ما نخوض في هذه المحاضرة في عندي تو كونسبت لازم أفرق بينهم في عندي القد أوزون والباد أوزون اليوم حنتكلم عن القد أوزون وهو طبقة اللي موجودة في غلاف طبقة الستراتوسفير أو الغلاف الطبقي اللي موجودة في الغلاف الجوي وهي الطبقة الله سبحانه وتعالى خلقها حماية لكوكب الأرض هذا القد أوزون هو موضوع المحاضرة كيف أنه بتكون وكيف بتلوث إلى آخره لكن بدي أرجع للمصطلح الآخر وهو الباد أوزون الباد أوزون سبق في محاضرة الأير بوليوتانس تكلمنا عن النيتروجين أوكسايد والفي او سي الفولوتال الأورغانيك كومداون هذول المركبين أو هاي مجموعة المركبات اللي بتطلع كنتيجة التلوث الهوائي بتأدي إلى أنه تكون مع ارتفاع درجات الحرارة خاصة في فصل الصيف وحتى في الأيام العادية في وقت الظهيرة ما بين الساعة العاشرة وما بين الساعة الثانية الظهران تؤدي إلى تأيون الغاز الأكسوجين وتكون طبقة من الأوزون هذا الأوزون يتكون قريب جداً من سطح الأرض يعني في مستوى التنفس فنسميه أو نسميه أوزون خطير جداً لأنه أحد أصلاً أنواع الملوثات الهوائية اللي ناتجة أو نسميه إذا جاز التسمية ناتج من برايماري بليوتنس وإله تأثيرات صحية سيئة جداً للغاية على صحة الإنسان وأيضاً إله تأثيرات سيئة جداً على النبات بيؤدي إلى تلف أوراق النبات وإلى تلف محصيل النبات دراسات كثيرة جداً عملت لإحصال تأثيرات الأوزون أو لجراند ليف الأوزون على النباتات كان من أهمها الدراسات اللي أنشئت على نبات الأرز أو اللي كان نتجتها أنه ملايين الدولارات أصحاب المزارع يخسروا بسبب ارتفاع من سوب غاز لجراند ليف الأوزون هذا ليس موضوعنا لكن من باب التذكير بالإضافة إلى أنه وجود الجراند ليف الأوزون مع وجود ثاني أسيل كربون أو الغبار أو الدخان أعمل ظاهرة اسمها السمق والسمق ظاهرة تكلمنا يمكن عنها في المحاضرة أنه بتحجب الرؤية وتأدي إلى صعوبة التنفس وهي ظاهرة أيضاً خطيرة وصميت برضو سكندري بليوتنز عودة مرة أخرى للحديث عن القود أوزون أو طبقة الأوزون الموجودة في الهواء الجوي هاي الطبقة موجودة في طبقة الاستراتوسفير أو الغلاغ الطبقي وهي الطبقة موجودة على ارتفاع تقريباً من 20 إلى 30 كيلومتر من سطح الأرض طبعاً الفرياشن في الارتفاع من 20 إلى 30 حسب شكل الأرض الكراوي لذلك عند خط الأستواء تقريباً قد تبعد 19 مايل لكن عنده القطبين حوالي 9 مايل هل هذه الطبقة كبيرة؟ لا الطبقة هاي طبقة مرقيقة جداً تركيز الأوزون فيها لا يتجاوز 400 بارت بير مليون وهو جزء من المليار طبقة رقيقة جداً لكن هاي الطبقة لها تأثيراتها الكبيرة جداً على حياتنا إنه حوالي 99% من الإشاعات الـ اللي بتيجي على سطح الأرض تمام؟ هاي الطبقة هي التي تقوم بامتصاصها ومنحها و إما عن طريق الامتصاص وإما عن طريق أنها تعملها نوع من الـ مرة أخرى إلى الغلاف الخارجي و فقط من يفلت هو 1% طب إيش المشكلة لو دخلت هاي الأشعة؟ هاي الأشعة قدر الأطباء أنها مسببة للسرطانات سرطانات سرطان الجلد بالدرجة الأولى وبالتالي هي إشعاع خطير جداً الله سبحانه وتعالى عندما خلق الأرض وضعها حماية لنا طيب للحديث عن الإشعاعات الإشعاعات إحنا بناعرف أنه ضوء الشمس ينقسم لـ والـ وتقسيماته طيب الـ الغلاف الخارجي أو الإشعاع الضوء المرئي يبدأ تقريباً من عند 0.4 مايكرو متر اللي هو الفريقونسي بتاعه أو التردد بتاعه أو راديشن بتاعه هذا طيب الأقل منه اللي هو ما بين 0.32 أو 32 من مية مايكرو ميتر تمام لعند الأربعة هذا بيجي من ضمن الألترافايلوت وهذه بسموها اللونجست اللونجست اللي هو ويفلينكث راديشن وهاي خطيرة جداً أو احنا بنسميها اللي هو الـ UV أو UVA يطلق عليها UVA طيب يمكن هاي بيستخدموها على استخدمات أخرى في قصة نقل التردد للإشاعات أو إلى الميكرو ويف أو إلى آخره طيب الجزء الآخر اللي بنتكلم عنه اللي هو ما بين 28 ميكرو ميتر و 32 ميكرو ميتر واللي هي الـ تمام أو بسموها الـ UVB وهاي اللي هي بنا كنا بنتكلم عنها قليلاً اللي هي بتسبب سرطانات الجلد تمام وبتعمل الإشكالية طيب في عندي نوعية الثالثة اللي هي أصغر من 28 ميكرو ميتر و هاي الأشعة أطلق عليها الـ UVC الـ UVC مهمة جداً في تكوين طبقة الأزون وكأنه الله سبحانه وتعالى قسم هاي الشاعات جزء منها بساهم في تكوين طبقة الأزون في الغلاف الخارجي جزء منها بيؤدي إلى تحطيم الغلاف الخارجي و UVA اللي هي لا تتأثر بالغلاف الخارجي وهي اللي عملياً بتمر طيب خليين شو مع بعض كيف بتكون الغلاف الأكسوجين الغلاف الخارجي الغلاف الخارجي من المكونات الهواء الجوي سقوط UVC اللي هي أشعة أقل من 28 مايكرون بيؤدي إلى تحطيم جزء الأكسوجين إلى ضرتين من الأكسوجين هاي الغلاف بسموها أكسوجين راديكال اللي هي هتتتحد مع ضرتين أكسوجين تمام و مكوناة اللي هو 3 ملكيولز أكسوجين اللي هو ما يعرف بغاز الأكسوجين طبعاً الملكيول الثاني أو الغلاف التاني أيضاً تتحد وهكذا لذلك زينا شايفين أنه UVC مهمة جداً في تكوين طبقة الأوزون طيب وين المشكلة اللي في طبقة الأوزون هاي المشكلة ما كانت موجودة في السابق حتى ظهر ما يسمى بالثورة الصناعية وبدأوا يستخدموا الكلورو فلورو كربون كومباوند اللي هي CFC CFC 11 CFC 12 اللي هو ما يعرف بغاز الفيريونز هذا الغاز ميزته أنه غير مشتعل ليس له رائحة لا يحترق المشكلة ليس له السابق ولا يؤدي إلى تأكل لكن لذلك صارت أوجه أنه بما أنه يمتاز بهذه الميزات أنه نستخدمه في الإير كونديشنار والرفريجريتر وفي عرب السبري لكن طبعا ميزة أخرى أنه CFC بمعنى أنه مع عشاعة الشمس ما بصير له أو تكسر بظله موجود الآن هذا بمجرد أنه ما بيستخدم وبيطلع فبيرتفع إلى طبقات الجو العليا ومع عشاعة الشمس اليومي تمام بصير له تكسير زي ما سنشوف الآن في المعادلة وبيطلع من نتيجة تكسيره اللي هو عياته بيطلع نتيجة تكسيره اللي هو اللي هو كلور راديكال اللي هو ضرة كلور عليها آيون زيادة هاي ضرة كلور راديكال مباشرة راح تتفاعل مع غاز الأوزون مكونة هذا المركب أكسوجين ومركب بتكون من ضرة أكسوجين وضرة كلور هاي الضرة بتكمل المهمة مرة أخرى وبتتفاعل مع الأكسوجين التانية فبنعمله ريليز كما مرة وبيرجع كمان مرة يخش على الأوزون وبيعمل ريليز للأكسوجين بمعنى إنه بيستمر هاي العملية في تآكل طبقة الأوزون ورجعها مرة أخرى إلى أصلها إلى الأكسوجين لذلك هاي المركبات بما إنها سببت هيك إذن كلا بد من منحها هل فقط الـ CFC أو الكلورو فلورو كربون هي المركبات الوحيدة اللي بتعمل هاي الظاهرة لا هادي مركبة من المركبات لكن استخدامها بكثرة خلى إنه هو التركيز عليها لكن لا يعني إن هناك وجود مركبات أخرى زي نيتريك أكسايد مولوكيول وهذا بيجي برضو من الـ Air Pollution برضو بيتفاعل الأنقوم مع الأوزون بيعطيني NO2 وأكسوجين الأكسوجين المولوكيول أو الرديكال برضو يتفاعل مع NO2 بيعطيني NOO2 هناك مركبات أخرى زي الـ Hydroxyl Ion from Didergents and VOC بنفس الطريقة OH مع O3 بيعطيني HO2 مع O3 بعطيني HO أو O2 هناك أيضا السوبرسونيك الترنسبورت عندما تقوم الطائرات والصواريخ بالإطلاق بسرعة أو تصير بسرعة فوق الصوت بسرعة كبيرة جدا يؤدي ذلك أيضا إلى تكسر الـ Oxygen أيضا ثبت أنه نيكلور تيست وهي تجارب نووية أيضا من العوامل التي ساهمت في الأوزون ديبليشن لذلك كانت في عندي خمس عوامل أدت إلى الأوزون ديبليشن مرة أخرى كملخص الذي حدث في عندي الأوزون يمنع الأشعة لكن ريليز للNOX وCLOX إلى آخر من هذه المركبات أدى إلى تكسر طبقة الأوزون وتحوله إلى غاز الأوزوجين لذلك هذا ما يسمى بالأوزون ديبليشن طيب إذا إذا طلعنا على الإمشارات لهذه المركبات وبعض هذه المركبات على سنوات طويلة يمكن القيامة الجحيمين وعلى الرئيسي 12 والسي أف سي 11 وهو غازات الفريون ثمام يعني الإمشارة تخلص الإيمشارة من 1.000 طين باللحظة أن ٤٤٤ ٦٢٠٠ في السنة واحدة وكذلك يستخدمه في الإيرسول والإير كونديشن تمام وطبعاً هذا يتخيل كميات ممكن تنطلق إلى الفضاء الخارجي إلى آخره طبعاً بعدها اضطروا أنه يعملوها نوعاً من الباننج أو المنع وصنعوا مركبات نوعاً ما أقل ضرراً على صحة طبقة الأزون طيب لو جنات طلعنا على التدرج التاريخي إلى الأزون ديبليشن من الثمانين للتسعين للألفين كان في زيادة كبيرة جداً في هذا الثقوب كويس تقريباً حتى وصلنا إلى أواخر التسعين لما أقروا أنه بمنع هذه المركبات لخطورتها على طبقة الأزون لذلك بقي نوعاً ما استيبل تمام حتى يومنا هذا بيتوقعوا الخبراء أنه مع استخدامات لفرندلي كومباوند تمام اللي هي مركبات أقل ضرراً أو ما إلها تأثير إنه ممكن إنه مع السنوات يعيد بناء نفسه هذا الغلاف مرة أخرى طيب اللي هي الأشعة اللي ممكن تدخل إلى طبقة الأرض إيش ممكن تعمل؟ اللي هو ممكن تسمى اللي موتاشن أو ما يسمى بالسلطان اللي هو المية البيضة في العين الكارتياتيك ديزيز في الآين ممكن تعمل ممكن تأثر على الإيكو سيستم تأثر على الفود تشينج إذا أثرت على المنتجات كالنبات وبالتالي كل المستهلكات ستتأثر كسلسلة غذائية أيضاً قدت إلى إنه تتكورت اللاررا في عملة نوع من التأثير على الإيكو سيستم طيب إيش مركبات أخرى روحنا إلى الهوم؟ يعني هاي مقارنة سريعة لبعض المركبات السي أفسي زي ما قلنا اللي هي الـ R12 أو الـ 13 اللي هي كانت تستخدم أو كانت بتساهم بالـ Ozen Depletion كان لها أيضاً مساهمة في الـ Global Warming Potential عالي جداً ميزة هنا كانت سيفتي لكن اللولين الأحمر هنا بتدل على أنه ما ضررهم ضررهم الكبير على الـ Ozen Depletion وعلى Global Warming المركب الثاني الـ R22 برضو كان له تأثيرات على الـ Ozen Depletion وعلى Global Warming بعدها بدو يصنع المركبات الجديدة اللي هي الـ R134 والـ R32 والـ R410 إلى آخره من هاي المركبات تمام؟ اللي هي كانت zero effect على الـ Ozen Depletion لكن الـ R404 والـ R410 برضو استمر في تأثيرهم على الـ Global Warming على ظهرة الإنحاس الحراري حتى وصلنا إلى مركب آخر اللي هو الـ HFO وهو نوعا ما Stable هذا المركب يعني zero effect على الـ Ozen Depletion وتقريبا لا يذكر تأثيره على الـ Global Warming بنفس الطريقة الـ R1234 والـ R1233 وهدول برضو ميزته منهم سيفتي نوعا ما وستيبل وممكن أن يستخدموا في الـ Refrigerating طيب بالحديث عن البدائل الأخرى غير الـ CFC اللي كانت عن المشكلة كانوا يستخدموا اللي هو الأمونيا وثانيكسير كربون لكن مشكلة الأمونيا أو مشكلة الثانيكسير كربون أنه ما بأثر على الـ Ozone Depletion لكن له تأثير سلبي على الـ Global Warming وإله مشكلة ثانية أنه عشان ينضخ بحاجة إلى بسهل الكهرباء كبير لأنه بده برشار كبير بده برشار عالي وبالتالي يعني شنك ما كان في توجه لا استخدامه في عمليات التبريد إذا بنتطلع على التدرج في استخدام أو في إنتاج الفريون عشان يعمل نوع من الـ Ozone Depletion لقبل مؤتمر مونتريال حد من استخدام الـ CFC تمام؟ كان الارتفاع الكبير جدا حتى جاء في الـ 87 وبدأ الانقفاض حتى يومنا هذا لك حسنا إذا نتحدث عن كيف نحن ممكن أن نحمي الـ Ozone Depletion كما نرى عندما كان هناك CFC كان هناك Ozone Depletion أدى إلى أن نوع من الـ Regulation والبانيغ مناع بسبب مونتريال وبالتالي أدى إلى انخفاضه مع السنوات بعد الـ 87 لكن أدى إلى تصاعد مركبات أخرى اللي هي زي الـ HCFC تمام؟ اللي عملت مشكلة في إذا نزلنا تحت عملت مشكلة في الـ Global Warming بسبب تأثيراتها على الـ Global Warming اللي اليوم بعض المنظمات في العالم زي مؤتمر توكيو أو مؤتمر كياتو تمام؟ ومؤتمر الأرض اللي صار في الـ برازيل عمل لها أيضا نعمل الـ Regulation وبدوا يقللوا فيها للوصول إلى مرحلة من الحفاظ على الكرة الأرضية يعني أنا تقريباً هيك بكون أنا أنهيت حديثي عن طبقة الأزون وتأثيراتها إلى لقاء آخر إن شاء الله بنتحدث فيها عن مواضيع أخرى ترجمة نانسي قنقر